لاحظ يوم وجه الضربات إلى المواقع التي تتواجد فيها الولايات المتحدة طالبت الحكومة العراقية بحمايتها حينما أدركت أن هناك عجز من قبل الحكومة العراقية في حماية قوات التحالف وكانت الرؤية أنه إذا لم تتوفر حماية قوات الأمريكية والتحالف سيغادرون للعراق هما ما غادروا هما راح أجابوا بطاريات للحماية الذاتية وهذا بحد ذات خرق للسيادة لأن السفارة الأمريكية الآن عدها منظومة ردع تأتمر بأمرة السفارة الأمريكية وإنذار مبكر وناعقات خاصة بها ومنظومة السيرام وبعض بطاريات الصواريخ التي معززة بها للحماية السفارة أو حماية التموضع في مناطق أخرى بما فيها القاعدة في المطار الدولي أو في قاعدة عين الأسل فإذا هي على مستوى حماية قطعاتها اكتفت ذاتية بقدراتها يبقى العراق هل يمتلك؟ أحسن يعني الآن أنا إذا وجهت ضربة لأنه هي أصل المعركة معركة جوية شوف بهاي الـ 48 ساعة التي مضت هناك تغيير في معادلة توزيع القدرات من قبل الولايات المتحدة سحبت قطعات بحرية وعززت بقوات جوية بما فيها الـ B2 Spirit اللي هي بالحقيقة قاسف استراتيجية كانت قد أرسلت رسالة في اليمن في اليمن هناك صواريخ بالاستية هايبرسونيك هذا الهايبرسونيك مو فقط رأس التدميري هو الصاروخ بحكم سرعة العالية ووفق قانون الزخم في الفيزياء أنه يهدد أمن الإسطول وأمن حاملات الطائرات لأنه إذا إجب هاي السرعة الفائقة واصطدم بحملة الطائرات لديه القدرة على النفاذ إلى داخل حاملة الطائرات ولربما اختراقها لأنه بحدود العشر تالاف كيلومتر بالساعة فهذا كلما ازدادت السرعة كلما تضاعفت الكتلة وكلما أصبحت مسألة الزخم عالية جدا بالاختراق اشتركوا في القناة